بنشوف قدامنا شخص وشكله كده نسخة من إيلن وهو طالف الأكاديمية واسمه آيلي وبيستقبله النائب رئيس الطلبة واسمه أغست وبعدها بننتبه انه نسخة إيلن هي إيلن نفسها بتنقركة طالف الأكاديمية لكن لها إيلن بتعمل كده هنعرف من اللي حصل من شهر فات وبنبدأ بلقته لما نسيقه وهو بيشتكلها من مشاكل البشر اللي ما بتخلص وهي بتقوله انت ممكن تروح ترتاح شوية وهو بيزودها وبيقول لها أنا موافق بس تكوني معايا فبيخلي وشها يحمر وبتتفاجئ بدخل كاس وبتكون ردة فعلها انها بتزقه وهو جيلهم بمشكلة بسبب شطان اسمه أشتر وهو بيقود الشياطين متمردين وهاجمه قرية في منطقة ميرتشا وبتفتكر إيلن الأحداث دي في اللعبة لكن هي مش فاكرها أحسن حاجة واللي عارفها كويس ان الشياطين هيحاولوا يدمروا ميرتشا بعد تمردهم على ملك الشياطين ولو يستولوا عليها يلوم الناس كلود وهيخسر العرش وده لو حصل هتكون نهايتها السيئة وبعدها بتقول في نفسها لازم أتدخل وعمل عن ده يحصل ولما بيكمل كلود الرسالة اللي معاه بيعرى تهديد من الشياطين والنهم رفضين ان ملكهم يحب عدوته وانه لازم يقتل إيلن وإلا هيهاجم ميرتشا مرة تانية وبعدها بيقمر كلود بإجراءات الطوارئ وكيس بيقول له أنا فعلا عملت كده وإيلن بتكمل وكمان نعمل مساعدات للناس اللي في القرية دي وبيكرر كلود بعدها انه يكون هو نفسه حاكم ميرتشا ودي طريقته علشان يقدر يمسك الشيطان إيتشارد وبيقول لها موافق استدرك على الخطة سهلة الأمور وإيلن بتقلق أول ما بتسمع اسمه لأنه عارفة كويس الشر اللي جواه وأول ما كلود يخلص كلامه بتطلب منه إيلن انها تكون موجودة معاه لكن هو بيقول لها ماينفعش لأن هدفهم هو قتلك وإيلن بتقول له انت نسيت ان معاه السف المقدس فبيقول لها كلود وإيتشارد تعرف كده كويس عشان كده هيستعمل البشر في مهاجمتك وكيس بيقول لها المنطقة جي كمان لها معتقدات غريبة عن النساء وبتكرههم وتحتكرهم وبيعرفها انها منطقة قديسة السف المقدس الأم والظاهر انه أيزك بيستغرب من وجود منطقة لها مفاهيم أدي ما كده وبعد كل اللي تقال كلود بياخد قراره انها تفضل في القصر الامبراطوري بعيدة عن الخطر لكن إيلن الخطر عندها له معنى تاني خالص وهو الشيء اسمه بخور الشياطين وهو بيأثر عليهم ويفقدهم عقلهم ومع البشر بيضيهم قوة هيلة وبتتخيل لو حد استعمله مع كلود حيكون حاله ازاي وبتسرح بخيالها وغيرانا عليها على الآخر لدرجة انها بتتخده وبتقوله بطل نظراتك دي وهو لا فهم أي حاجة وهي مصممة تكون معاه وهو مصمم على الرفض وبعدها بتوافق على السفر وهي هتفضل في القصر الامبراطوري مع شرط انه ما يستعملش السحر معاها طول فترة وجوده في ميريتشيا وبلقم منها بتقوله اعتبر ده اختبار لحبنا وهنا بتبلينا خدعة إيلن اللي شفناها في الاول وتنكرها كطالف الأكاديمية ولما بتتمشى في المكان بتلاحظ قده القصر اللي موجود فيه كلود قريب جدا من المكان وبتقول من الافضل اننا ما نتقابلش ولو حتى صدفة وبعدها بنشوف شاب بيوبخ بنت قدامه بيقول لها انشي مش نافعة تكوني خطبش ابدا وإيلن ما بتقدرش تمسك نفسها وبتروح له وبتعلمه الأدب وبتقوله كمان اعتزل لخطبتك وهو مستغرب من كلامها وبتكمل وبتقوله حظك السيء اني ما بعملش بمعتقدات قديسة السيف المقدس في وسط اندهاش الطلبة كلهم وبعدها بتوجي إيلن كلامها للبنت بانها احسن حاجة تعملها تفسار خطبتك منه لكن ايزا بيقول الغبية بالطريقة ده تكشف نفسها وبعدها بتكون إيلن في طريقها في مجلس الطلبة وأول ما بتشوف الموجودين بتفتكر أبطال اللعبة الوسمين وهم كايل ووست وبتفتكر انه غستهي كله دور مهم في الأحداث وهيقتل ملك الشياطين بالسف المقدس وبعدها بتتفاجئ بهزار وست معاها وهو مش مصدق انه في شاب يكون كيود كده وبيدخل عليهم رئيس مجلس الطلبة واسمه جيمس وبتشوفه فبتفتكر انه نصف شطان وللسبب ده هيتعرض للقاتل باستمرار على يد متطرفين وهيعلن عن نفسه خليفة الملك الشياطين وبتروح الأحداث لمهاجمته المريدشياب وده بعد ما بيتحول وبتقول إيلن في نفسها وأنا لازم أمنعه ولازم أروضه من أجلي وأجلي كلاود وبعدها بتركز مع صوته العالي ولهجته الجد عن الخناء اللي حصلت منها في أول يوم لها في الأكاديمية أما دلوقتي فبتكون إيلن في قاعة المحضرات وبتلاحظ كتابها المتقطع من الطلبة المنفسين وبعدها بتجيلها البنت اللي دفعت عنها قبل كده وبتعرفها بإني اسمها ويتشل وإيلن بتصدم أول ما بتسمع الاسم ده لأنها المفروض بتلعب دور الشريرة بتستغرب لأنه ده مش منظر شريرة أبدا وبتبدأ المحاضرة والمدرس بيوبخة لأنها جاية من غير كتاب وبيتحدها لو تعرف إجابة سؤاله وبيتفاجئ بالإجابة الصحيحة وبيصدم وإيلن مع نفسها بتقول الحمد لله إني افتكرت الإجابة اللي كانت في اللعبة وبعد كده بتسمع إيلن بنتين بيتكلموا مع بعض وبتاخد سلينا رسالة من الطالبة علشان توصلها لأغست وإيلن بتقول أنا عارفة إنها بطلة اللعبة دي وبتعشق ليليا بطلة اللعبة السابقة وبيجي أغست وبتكلم مع إيلن وبتقل تعصلين عليهم الكلام بتقوله عن الرسالة اللي الطالبة بعتت هلو معها وبتطلب منه روحه ساوى عشان يناقشوا مشاكل البنات في الأكاديمية وهو بيقول لها الأفضل إنها هنتكلم في مجلس الطلبة وإيلن بتستغرب من رفض الطلبها وبعدها بتسيبهم وبتقول لأغست حاول تنقي أصحابها وده طبعا بعد ما ظهرت إيلن بمظهر الطالب اللي بيكره ليليا وهي أكتر حد هي بتحبه وبيكلم أغست عنها وعن عشقها لليا وإنها كمان بتترسل معاها ولما بنروح لكلود بنلقاه خلص رسالة هيبعتها لإيلن ولأنه وعدها بعد مستخدام السحر هيستخدم ألموند في إنه يبعتها لها وكيس عنده موضوع مهم بيقوله له عن مؤمرة بيعملها ابن الدك وإنه بيعرف مجموعة متطرفين وبيحرضهم على قتل ابن أخته بعد ما هيربيت مع شيطان من 20 سنة وبيعتقد إن ابن أخته هو الشيطان أطشر ودلوقتي بتكون إيلن في حوار مع آيزاك وإنها عايزة تنضم المجلس الطلبة وهو رأيه إنها ما تظهرش في الصورة كده علشان ما تتكشفش وأول ما بتعرفه برسالة كلود اللي بعتها لها وبيقول لها إحنا تكشفنا وهي بتقوله لأ وبتبلينا إنها رسالة رومانسية على الآخر وإيلن متأصلة من كلامه الرقيق بشكل رهيب وهو بيقول لها أنا مش قادر أعيش من غيرك وهي بتقول طيب وأنا هرد على الكلام الحلو ده إزاي أما دلوقتي فابن الأهب تخطط تنضم المجلس الطلبة وبيكون جيمس جمد في كلامه وبيقول أنت طالب منطقل ومش من البلد نفسها وبينضم للكلام ويستو بيقوله ممكن نكتشف مواهب من دول تانية وقيل كمان بيقول إحنا محتاجين فعلا أشخاص بيفكروا كويس فبيقولهم جيمس يبقى نكتشف لو كان عنده موهبة ولا لأ وهديك قضية حققة فيها وهي قضية طالب أقصي بطوي قال أن الفعل مصص دماء لأنها كانت فقدة للوعي وكأن حد متص دمها وحتى هي مش فاكرة حاجة عن الحادثة والبعض كمان بيشك إن ملك الشياطين هو نفسه الفاعل وفي اللحظة دي إيلين بتتحمس أكتر وبتقول له وأنا لازم ألاقي الفاعل وبتقول في نفسها لازم أزبط لهم براءة كلود وبعد كده بتطلب منه وجود أمن لمساعدتهم وجيمس بيوافق لكن بيطلب منها موافقة مدير الأكاديمية وبتعرف إن هو كلود نفس وهي بتضطر توافق ومش عارفها تعمل إيه وبنروح لكلود ومن الأبي يتكلم مع كيس إن بيعرفوا إنه في طالب من الأكاديمية هيجيله علشان ياخد منه توقيع وبعدها بيبلنا إيلين إيه صرفت إزاي لتكملة الخدعة وبتدخل متنقرة بزي البطة وبتطلب التوقيع في الوثيقة الموجودة معاها وبتعرفوا إن اللبس ده هو زي المهرجان وفي اللحظة نفسها بيدخل ألموند برسالة إيلين اللي هو مستعجل عليها فبيوقع بسرعة عشان يفضل الرسالة لكنه بيصدم لما بيقرى الرسالة وبيلاها مختصرة زيادة عن اللزوم وتقريبا كده مفهاش غير سطرية ودلوقتي بتكون إيلين مبسوطة من نجاح خطتها لكن بتتفاجئ بالأمطار كعلامة لزعل كلود وما بتوقفش إلا برسالة رومانسية فيها كلام حلو يروي الحال ودلوقتي بتكون إيلين مع عايزك وشكلهم كده بدأوا البحث في قضية مصاص الدماء وهي بتقول له ممكن يكون للقضية دي علاقة بالشيطان أشتر وبعدها بيشوفوا ريتش الوقفة مع المدرس الرخم وبتقول له أنا بيعطي كل فستيني ومش قادر أجمع لك المبلغ اللي انت طلبته مني وهو بيهددها أنه يعرف الجميع بأنها الفاعل في قضية مصاص الدماء وبعدها بيتفاجئوا بوجود وسط وراهم وبيعرفهم أنه هو ضمن قوة الأمن وبيكون في الوقت نفسه المدرس الرخم مستمر في مساومته للبنة وبيهاجمها كمان وبيبلنا أنه هو ورا الأحداث وإيلين بتجري بسرعة وراه وهو بيكون أسرع منها بكتير وبعدها بيختفى عن نظرها وهي مستغربة فبتجري بأقصى سرعة عليها وبتوصل وبتلقى وقع على الأرض وقدامه جيمس وبتتصدم لأنه جيمس بيكون موجود بهيئته الشيطانية وإيلين بتقول إيه اللي بيحصل وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا أعجاب وقلولي رأيكم في التعليقات باي باي